الله أكبر الله أكبر أغراشي معروف تتذكرني ولا ما تذكرني لكنك لتذكرت مرافيد وما أدرك مرافيد عندما كنا نحسب بأن نغاتل من أجل إعلاء كلمة الله وتوحيد السودان ولكن أمانين كانت هيهات الله أكبر إحنا يا رجال قلنا وماتنا ما نوزنا وما تحللنا نبيقه وكحللنا نبيقف لقد غضر من الأدرون الذين يحبون السلطة والانتفاع والذين يحبون الجاه فقد عرفنا هؤلاء منذ مطلع العام 98 عرفنا مداخلهم وعرفنا خيانتهم الجيش نعم يسمى الجيش السوداني ولكن هذا الجيش السوداني حكرا وهنا أقصد قياداته العليا حكرا على أناس معينون الضحك على إن غيمية وما أدراك ما غومية دعا لأناس ما يعرف البواطن ولكن نحن نعرفهم كبارا وصغار ونعرف حتى المدينين البسير الجيش وكنا في كل هذه الشغلانية عن بكرة أبيها ولكن 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 والله نحن نفتخر بإسلاميتنا ونفتخر بأننا أبناء الحركة الإسلامية وهذا الطريق نحن سنظل متمسكين به ولكن لا يمكن أن أن تعاد عاد الراهن ولكن لكن لا يمكن أن أن تعاد عاد الراهن لكن أعلم تماما إن الغاعدة لا يمكن أن أن تزغ في علي عثمان وأمثاله ونافع وعلي كارتي وكل هؤلاء الزمر الموجود الآن لأن الذين كتلوا تاريخ الحركة الإسلامية هم الذين قتلوا السودان الآن ولكن لكن لا يمكن أن تعاد الراهن ولكن لكن لا يمكن أن أن تعاد الراهن